أهلاً وسهلاً بحضراتكم في كل مكان تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وكشفت مصادر مسؤولة بالوزارة في تصريحات خاصة لليوم السابع عن مد فترة التسجيل الخاصة باستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة أسبوع تنتهي بداية الأسبوع المخبل بهدف منح فرصة لطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل بياناتهم إلكترونية مشددت على أن الطالب الذي لم يقوم بتسجيل الاستمارة سوف يحرم من دخول الامتحان لأن كتابت البيانات أول مراحل التقدم لاختبارات الثانوية العامة أوضحت أيضاً المصادر أن أكثر من 600 ألف طالب طالبة بالثانوية العامة تمكنوا من تسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة منذ فتح باب التقديم 14 يناير الماضي وأضافت أن مد تسجيل الاستمارة هو الفرصة الأخيرة للطلاب ويجب على من لم يقوم بكتابة بياناته بسرعة تسجيلها وكتابتها بشكل دقيق على الموقع كمان أكدت أن المدارس تعمل على مراجعة استمارات طلاب الثانوية العامة وتجمعها من الطلاب قبل إرسالها إلى كونترولات الثانوية العامة وأي خطأ في بيانات الطلاب سوف تتحملها المدارس ومن قبلها الطالب لأنه هو من قام بكتابتها بنفسها وأكدت الوزارة على عدم إلزام طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 عند تقديم الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة شهادة ميلاد حديثة أو مائية والاكتفاء بأي شهادة ميلاد رقم قومي للطالب واضحة البيانات حتى وإن كانت شهادة الميلاد المحفوظة بملف الطالب بالمدرسة وذلك لعدم تحميل الطالب وولي أمره أعباء مالية أو مشطة كمان أوضحت الوزارة أنه بعد مراجعة السمارات طلاب الثانوية العامة من المدارس بشكل كامل وانتهاء فترة التسجيل المحددة سوف يتم تسليمها للكنترولات وبعدها تبدأ الكنترولات إعداد أرقام جلوس الطلاب بشكل كامل مع ضبط توزيع الطلاب على اللجان المختلفة وشددت على أن أي طالب سوف يثبت قيامه بالتحويل بشكل غير قانوني سوف يؤدي الامتحان في المكان المقايد فيه بمدرسته التابع لها مؤكدة أن الوزارة حريصة هذا العام على عقد امتحانات الثانوية العامة بشكل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة كمان أكدت الوزارة أنه لا تغيير في مؤصفة امتحانات الثانوية العامة فهي مثل العام الدراسي الماضي وأكدت أن الأسئلة سيخصص منها 30% للمستويات العقلية البسيطة و70% للمستويات المتوسطة والعليا وتتدرج الأسئلة من الصعب إلى الأسهل حسب طبيعة كل مادة وسوف تشمل جميع جزئيات المنهج الدراسي من بداية العام لنهايته وسيكون منها 85% اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية حسب طبيعة كل مادة دراسية في النهاية بنتمنى طبعا التوفيق لأبنانة الله في مختلف المراحل التعليمية أشكركم على حسن المتابعة وللقاء في تغطيات جديدة من شاشة تلفزيوني اليوم السابعة